أول الديوف اللي هيخشوا معايا حالا الآن كابتنك كبير كابتن جهاد جريشا يقول لنا رأيه في الأداء التحكيمي لهذه المواجهة مواجهة الأهلي والزمالك والأهلي كابتن جهاد مشرف ومنور كريم سار خير عليك وعلى كل مشاهدينك أخبرك إيه؟ كله تمام كله حلو الحمد لله المباراة تحكمين النهاردة الأول كده بسم الله الرحمن الرحيم تديها كم من عشر؟ بص أنا هتكلمك النهاردة فيش قرار مؤثر على فكرة المباراة في خطأ موجود هنأتكلم على خطأ موجود لكن في الآخر في الآخر بنتكلم في تمانية تمانية وتلاتة من عشرة تمانية وخمسة من عشرة بنتكلم نجاح لطاقم التحكيم النهاردة نجاح لطاقم التحكيم حقيق إيه أبرز الحالات اللي النهاردة شفتها مؤثر؟ بص أنا في لقطة زمالك طالب ده براك الجزاء اللمس اليد هنجيب الحالات دلاته مع أبدا وسنأتكلم عموما يعني الإيد ربيعة في وضع طبيعي من البدال النهاية وبالتالي لمس اليد غير متعمدة كنت بفرج مع الأصدقاء اختلفوا واحد بيقوله ضرب الجزاء واحد بيش ضرب الجزاء قلت لهم الكابتن جاد جريشي قال لي عدم مش مكبر جسمه ما تبقاش ضرب الجزاء أنا بيتماشي وراك خلاص حافزك الإيد مش مكبر الجسم موجودة فضل طبيعي من البدال النهاية وبالتالي استمرار اللعبة كانت كراسة حيما الحاكمة من وراه اللعبة التانية برضو بنتكلم فراك للجزاء الأهلي طالب بيها المعيار لعب القرى طبيعا متيراك نجيب الحالات نجيب الحالات نبدأ بيه نبدأ بيه نحن مرتبنا مع بعض نشوف الحالات بواحدة واحدة يلا حاتوا الحالات يا جماعة بسرعة عشان كابتن جاد يعلق عليها واحدة واحدة انت وطريه كمان هتلقى لي ايه ضرب الجزاء فيه راك الجزاء للأهلي كان طالب بيها بتاع محمد شيري برضو نشوفها بعض ونحللها مع بعض عشان نستبه واضحة وواضح للسرعة معنا يعني طيب يلا 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 بي نبدأ واحدة واحدة مع بعض بنكلم في ده ده فاول في بداية المباراة الاساس الفاول اساس هو النادي الاهلي يعني القورة كانت موجودة بفاول النادي الاهلي بعد كده هو محتسبش الفاول في فاول موجود النادي الاهلي الرجل في الرجبة من وراء وبالتالي هو استمر اللعب ما حسبش الفاول وبالتالي بعد كده حتسب فاول للزمالك ده خطأ عادي كفاول موجود بس بنتكلم ان فيه اخطاء يعني بنتكلم ان فيه اخطاء موجودة حكم اجنبي حكم مصري كله بيغلط اللقطة التانية بنتكلم في تسلل استمر اللعب وانتهت اللعبة والتسلل المساعد رفع الرأي عمل دليل للرأي بتاعته تسلل موجود في اللعب الأهلي سبب جزء من الجسم المساعد وقف في مكان ممتاز استمر اللعبة عمل دليل للرأي بتاعته وبعد كده هنكمل الكريم بعد كده الرجل رفع الرأي في الآخر وتسلل صحيح وقرر صحيح من حكم برا طيب نشوف الحالة اللي بعد كده بعد كده بنتكلم في الفاول اللي تم احتسابه لإمام عشور الفاول طبعا مزبوط هنتكلم هل هو يستهل إنذار ولا مش يستهل إنذار وليه الحاكم مداش إنذار في اللعبة دي أولا الفاول تم بإهمال من اللعب النادي الأهلي طبعا ما كان بيعترض على المساعدة أنه ما رفعش المساعدة بيقوله الحاكم ما هو اللي احتسب لكن كان موجود رقم 8 حمدي فتحي موجود وبالتالي الفاول تم بإهمال مفيش هجمة وعدة لأن وجود مدافع تاني النادي الأهلي موجود وبالتالي فقط احتساب الفاول اللي تم بإهمال وبدون إنذار وقرص حم الحاكم مبورة عظيم جدا نشوف الكرة اللي بعدها ومش عبدالعبدالعاد يعني ما وقعش إمام عشور بالتكني بتاعنا عبدالعاد اللي أحمد الموجود هو ده اللي قلل من إنذار صحية اللي بعد كده بنتكلم في فاول لنادي الزمالك هنشوف المنظر الفاول هل يستحق إنذار ما يستحقش إنذار والحاكم احتسب الفاول آرس دي على طول في القانون منقول الرجل فوق الرجل فوت أم فوت ده إنذار وجوبي وبالتالي هو لازم كان يحتسب الفاول ودي إنذار للاعب ندي الأهلي بس لا تستحق أرض لا هي كارتة أحمر اللي مدام الرجل على الأرض أحمر أصفر أنا أسف مدام الرجل على الأرض فوت أم فوت هو كارتة أصفر لللاعب ندي الأهلي عظيم ومداش الإنذار ده ناخد الكرن اللي بعد كده طبعا في اللعبة دي هو وقف اللعبة يعني أنت بتتكلم على الأهم حاجة للحاكم في الملعب إن أنا أحافظ عرسامة اللعبين فهو كرة لما جات في الحجاب الحاجز بالمنظر ده فوق اللعب على الأرض فوق في اللعب مباشرة هو الأهم بالنسبة له سلامة اللعبين من أهم من أي حاجة فطبعا قرار مهم من الحاكم المباراة وضروري ده يحصل مع أي حاكم في أي مباراة أنا بحافظ عرسامة اللعبين في أي وقت صحيح صحيح نشوف الكرة اللي بعد كده بنتكلم اللعبة دي طبعا أنا وصمار اللعب وبعد كده هتلعط راكلة ركنية لكن لقينا بعد كده في اللعبة دي إن فيه تسلل واضح على اللعب ندي الأهلي بسبب جزء من الجسم طبعا لو كان تم احتساب هدف لو دخلت هدف كان الفار هيرجع القرة فيه سبق جزء من جسمه المساعد وقف في مكان ممتاز لكن ما احتسبش تسلل بعد كده عمل دليه هو ما خدش قرار بالدليه هو ما حسبش أصلا تسلل طبعا يا ديت حسبت ركنية بعد كده ركنية هو ما حسبت تسلل طب كابتين جايد لو ركنية اتلعبت والأهل يسجل منها لا خلاص احنا وصلنا للركنية بقى السيناف لعب ده موضوع تاني خالص لعبة جديدة لعبة جديدة لكن بتكلم دي لو كد تم احراز هدف فيها مباشرة كان الفار هيرجع عن فيه تسلل وكان هتلغي الهدف ندي الأهلي هايل هايل نشوف اللي بعد كده دي هدف ندي الأهلي بنشوف صحته مدى صحة الهدف هل فيه تسلل على حمدي فتح ولا لا هنبدأها من البداية الرجل هنوقف اللي بعد الرجل المدافع اللي هناك مغطي حمدي فتح وبالتالي بينا بالعين المجرد مغير خطوط واستمرار اللعبة كان قرار صحيح من حاكم المجرد والمساعد المراجعة تمت بصورة صحيحة من حاكم الفار وبالتالي هدف صحيح تم احتسابه ندي الأهلي هايل بنتكلم الزمالك هنا طالب بركل الجزاء في اللعبة دي الحاكم موجود في مكان ممتاز اشارة واضحة مفيش خطأ وبالتالي احنا هنزل نشوف اللعبة مع بعض احتكاك اللي حصل فيه لقطة جاية بإلان الاحتكاك هو شاف بين اثنين اللعبة الحاكم موجود شاف بين اثنين اللعبة شاف بوضوح الصورة ان بتوين وبالتالي احنا بنتكلم في احتكاك طبيعي جدا بتحصل في قرط القدم مفيش اي عاقة حصلت لإمام عشور وبالتالي استمرار اللعبة كان قرر سليم لو هنحسب هنا ركلة حرة هنحسب بعد النادي الأهلي مش ركل الجزاء وبالتالي هو السابق لعب النادي الأهلي حط جسمه ولو هنحسب هنا شاف دي لو هتحسب فيها تحسب فاول الأهلي لو فاول الأهلي مش العكس مش العكس مش ده بالجزاء عظيم جدا لكن استمرار اللعبة كان قرر سليح سليم يعني اللعبة دي كان ندي زماج طالب بيها بركل الجزاء ولعبة مهمة جدا في المباراة ودي أصعب اللعب تالي بالزبط هنشوفها مع بعض بقى بنتكلمنا عليها نشوفها مع بعض بالصورة دي دلوقتي معنا اه لعب ناجي زمالك اه لعب ناجي زمالك اه لعب ناجي زمالك اه لعب ناجي زمالك على فكرة بالتكلم عن كورة في اليد اه كورة جات في اليد مش مختلفين مع لعب ناجي زمالك ان الكورة جات في اليد لكن نشوف فضع ليد مش كل لمسة تياد بتبقى ركل الجزاء اليد ادرى بيها من البداية للنهاية من البداية للنهاية فوضة طبيعي مش مكبرة الجسم وبالتالي استمرار اللعب قرار صحيح من حاكم من وراه وهو شايف زيوته يعني واضحة وشايفها وتأكيد من الفار ان القرار صحيح واستمرار اللعب كان قرار سريع انا عجبني كمان التعامل النهاردة مع البر وحاكم الساحة فيش تضيع وقتها فيش وقت كتير اليد بص اليد مراسقة للجسم تماما ما فيش اي تجبير للجسم وبالتالي ما فيش خطأ من المدافع واستمرار اللعب كان قرار صحيح ممتاز جدا طيب ناخد الحالة اللي بعد كده التسلل اه حيث التسلل والي برضو التسلل كامل بداية والحاكم المساعدة التاني عمل للرايا بتاعته على ما نشوف اللعبة تخلص فيه في الاخر وهو اول ما بيكيه التسلل التسلل هنشوف في ساعة ما اللعبة الاهل اللعبة القرى التسلل كان واضح والخط مبادل للتسلل تسلل صحيح وقرار حاكم مساعد قرار صحيح وعمل ديلي طبعا للعبة لانها لعبة قريبة من الخط يعني وكده ولازم نعمل ديلي وبعد كده الفاربي راجع وقرار صحيح من حاكم المساعدة نكمل مع حضراتكم اه دي اللعبة اللي احتسب فيها اللعبة دي نرجع بقى بيها من البداية نرجع من البداية واستمر اللعب واستمر اللعب كنت اتمنى الانذار دي يتأخر عشان فيه لعبة هجمة وعدة لنات الزمالي بالمنظر ده كان اهم من الاستمرار اللعب اهم من الانذار الانذار كان يرجع له اه فيه انذار مستحق معنىش مشكلة في الانذار خالص لكن كان استمرار اللعب وتأخير الانذار كان يبقى مهم جدا لانه كانت هجمة وعدة هجمة وعدة وهجمة مهم من النات الزمالي كان الانذار على فكرة صحيح مليون المية لكن كان الأهم لناتذا مالك إن الكرة تستمر ويستمر للحجاب الر覺 بس كابتن جهاد هو طاهر وقع إمام بعد كده ويستحق الإنزار بس إمام بر نتداخل مع طاهر هنا بس لا هي مش ده الإنزار نزار جاي كمل 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 لا مش ده الإنزار كل ده مش حاجة هو بعد ما تحرك إمام هو جاب رجله هيächlich الإنزار هنا هو ده الإنزار هو ده التهور اللي عمله طاهر في اللعبة دي هو ده الإنزار مش الأول ولا نعم فيش في حاجة لا دا ولا دا مفيش مشكلة خالص لكن في المكامل عليه طاهر لكن بقولك ان تكملة اللعبة كهاجمة وعدة للزمالك كان اهم من انظار والانظار كده كده كان هيديه بعد كده ان شاء الله بعد كده مش مشكلة خالص ناخد اللي بعد كده بنتكلم اللعبة دي بقى انك اعمل خطة الاساسي اللي حاكم المباراة في المباراة كلها مجملا وبقولك مؤسر لش هادك المباراة اللي بالنسبة لنا الاساس بالنسبة لنا يا كريم القورة للعب الكورة محمد شريف وبالتالي اهمل عواد بالدخول على شريف بالمنظر ده الاحتكاك اي احتكاك بيحصل هو احتكاك حصل والتلامس حصل وبالتالي ركل الجزاء صحيحة لم تحتسب نادل اهلي كان لازم حكم الفرية ساد الحكم ويورين اللعبة ويردي الزوائي اللعبة لبص الحتكاك حصل مجرد ما ديجل لمست الرجل خلاص بقى فيه اي ان كانت اللمسة في الاخر انت بعبتش الكورة احملت دخلت على المهاجم باللمسة دي ودقي كانت ركل الجزاء صحيح لم تتسب من الأهلي قلتلك الخطأ اللي موجود في الم اجل مش مؤثر اناكلم المباراة وبالتالي اي د irony ركل الجزاء فيه تلامس حصل بين الرجل و الرجل محمد شريف لعب الكورة العواد وأما موصلش للكورة وبالتالي التلامس اللي حصل ده كان يعاقب عليه عواد الرجبه الرجبةwegs تحتتها عواد جابت في مسجل محمد شريف هو ده احتكاك لمحصل ده رجبة الشمال العواد في رجل محمد شريف هي ده اللي احتكال اللي حصل وده اللي كان يعاقب عليه عواد براكل الجزاء لنادي الأحلي الحاكم الفور مستدعاش زي ما عندنا في أخطاء عندنا في مصر حاكم الفور غلط مستدعاش وبالتالي خطأ عدم احتساب راكل الجزاء لنادي الأحلي ده آخر كرة كابتن جاد ليس تفاضي الكرة ايه اه هي ده آخر واحد ده الهدف التالي لنادي الأحلي بنأكد انه مش تسلل أو سليم بعدها هدف ما يحرز هنرجع وراء فيه لعب موجود في موقف تسلل صح ولعب تاني موجود في موقف سليم نكمل اللي موجود في موقف تسلل أولا ما استلمش القرة ما لعبش القرة ولا أثر على المدافع من الكلام برضو على التأثير وعدم التأثير واستمرار اللعبة بالمنظر ده كارة صحيح من الكلام اللي موجود في موقف تسلل أولا ما لعبش القرة ثانيا ما أثرش على المدافع الجارية مستمرة واحدة زي ما نتكلم عليها ما فيش تأثير من أي نوع ولا تأثير واضح استمر اللعب كان يقرر صحي من حكم المساعد وحكم المباراة كمل اللعب عادي خالص بقى ما فيش مشكلة هادي الدالة اللي ابن كام عادي تسلل اللي ابن كلم عليه في المراجعة كرة ما خرجتش براء الملعب استمر اللعب تلعبت الكرة بالعارض طبعاً ما فيش تسلل تاني خالص وهدف سليم تم تسجيله لنادي الأهلي ما فيش تسلل في الهدف من البداية للنهاية ما قلاء كابتن جهاد احنا هنا ثمانية ونص من عشر تمام فيه بس ملحوظتين عايزة أخد راياك فيها أول واحدة إنه الفرما بيستدعيش الحكم كتير تاني واحدة وديه الأهم بالنسبالي إنه ما فيش لعب النهاردة وقف اللعب كتير اعتراضاً على الحكم بصراحة يعني فيك أوراق كتير حراجتها دي كان ممكن تسبب جدل ونقف ساعة والناس بتتخاني وناس بتترد ومدربين برا بيتتردوا التزام اللاعبين والأجهزة الفنية مع الحكام الأجارب مختلف تماماً عن التزامهم مع الحكم المصري دي حقيقة النهاردة لو بتتكلم على حكم مصري موجود في مبورة النهاردة بتجوي التحكيم اللي بنتكلم فيه الحالي اللي يترضع التحكيم بسرعة فجة اللي قامدي في الدورة المصري صحيح لو حكم مصري النهاردة بنفس القرارات مع الفرقتين كاتبة مشكلة كبيرة فالنهاردة الحكم متوفر له قبل ما ييجي نسبة نجاح تتعدل 50% صحيح وبالتالي النهاردة بنتكلم إن الدينة بقت سهلة مسكولات تتقبل قراراته حتى لو في أخطاء يعني حتى النهاردة الأهلي بيعترد على راكل الجزاء والراجل ما احتسبش الدينة ماشي سهل الزمريجي بيعترد على راكل الجزاء وراجل ما احتسبش الدينة ماشي سهل لو حكم مصري كان الدينة قامت ما عادتش وبنتكلم النهاردة إنه الحكم الأجنبي جاي بنسبة 50% هو ناجح وبالتالي الأداء بعد كده تضيع الوقت تبقى في التواصل مع البار حكم الساحة والبار بيوقت كتير بيديع دايما ما هو إنه نحن نتكلم على التدريب والتدريب المستمر يا كريم اللي كلمت في أبليكات ده الناس دي تراحت كاس عالم راجل بدي من 20-10 راجل دولي راح 20-12 يورو 20-12 يورو وراح بعد كده 20-20 تحكم 6 أو 5 في اليورو 20-12 وراح 20-20 حكم ساحة في اليورو 20-20 لعب 3 مباراة في اليورو وملكلم على تاريخ كبير للحكم ووصل كاس عالم 20-22 يورو مبارتين الحاجات دي كلها تدريبات وتدريب مستمر اللي وصل للنهارده الفار بالسهولة اللي بنتفرج على دايما بيجيش في يوم وليل وبالتالي التدريب المستمر على الفار وعلى الشغل للفار مع الحكام وعلى الحكام بالفار بتلاقي نوصل بالنتيجة اللي بنشوفها في المطش النهارده مش حاسين إنه في فار ولا حاسين في تحكيم ودينا ماشي سهل كابتن جيهات دايما بتشرف ودايما بتنقر ودايما بتفيدنا جدا أنا بشكرك شكرا جزيلا